على فكرة احنا عملنا حلقات كتير جدا على نادي إسماعيلي وإيه المشاكل اللي بتواجه نادي إسماعيلي دلوقتي ممكن كان الأمور بالنسبة لنادي إسماعيلي في مبارات الزمالك برغم الهزيمة كانت جيدة أو الأداء جيد فكان المتوقع أن ممتش زي النهاردة يبقى مكسب وأداء لكن النهاردة الأمور تعادل وإلى حد ما الأداء برضه ما كانتش جيد كانت تنساعد بزوكا من خلال كلامه معايا دلوقتي أن من ضمن الأسباب اللي ممكن ما خليها الشكل مش جيد لغاية دلوقتي إن ما فيش مدرب مع الخواجة أو مدرب مع المدير الفني اللي إسماعيلي فيه التوقيت الحالي لو في مدربة كتير الشكل هيختلف يعني؟ طبعا بعض الشيء يعني مش هينزل اللعب المدرب يعني هو يوجه فيبقى معهم مع المترجم الراجل بترجم الراجل المدرب عارف الراجل ده لسه جاي جديد ما عرفش اللعيبة لانتقد الراجل كمان للوقت ده ادي له كمان السابع ثمان متشات الرون التاني لانه ما عرفش الفرق اللي إحنا بلعبها إيه وضعها لما يكون معها مدرب شايف فرق دي قدر يقول للراجل يكلمه يحسسه لما تلاقي مداري عنت النهاردة لما النهاردة حاجة تفرح إنه اللاجنة الفنية بيعودوا مع اللعيبة ويكلموهم ويحسنوهم أن احنا موودين احنا وراك واما الجامعين لما تيجي تهتفلهم كل حاجات دي بتخلي اللعيبة يبقى عندهم روح شوية إنما في ناس طبعا يعني ما احترامي لا يصلحوا نلبسهم فنية فنية اللي جاب الناس ديه لازم يتحزبوا والله لا لو في إيدي أنا كله في إيدي أقول لك حزبا لا أنا عام الوكيل في اللي جاب أي لعيف في النادي طب هكلمك على خطوط الفريق النهاردة هكلمك شوية فني بقى خطة فع نادي الإسماعيلي شوارع شوارع في شي حد مميز خلاص؟ النهاردة في مميزين لواء الصغار مميز إنما النهاردة أنت تلت ساعة إنت لعبت تلت ساعة حسيت إنك ممكن كرة الإسماعيلي رجعت النام ممكن يبقى فروح أنت كما أنت قدمت في البداية كابتن أي ما أنا بقول لك ما أنت بص أول ما سنطرنا أمبي كان ممكن يجيب جول ربنا كرم بنا تقطعت الكورة إحنا بعد خمس آية كنا واحد صفر بس خريباك فريق أمبي فريق تيين مع مدر أنا عارف إنه فريق تيين يعني كابتن حلم طولان بيعرف يلعب مع الفرق كبيرة بص أنت بتلعب بص يا محمد أنت بتلعب إسماعيلية اللي الساعة إسماعيلية ليه وضعه لما يكون في جمهوره أكد معلش حتى دلوقتي نادي الإسماعيلي ليه وضعه جميل إسماعيلي ليه وضعها أنت بتلعب نادي الإسماعيلي النتاج بتاعت الإسماعيلي كان كل فرقة بتيجيها محمد عاوزة تتغلب وتمشي يعني هما بتعدل معنا بيبقى عيد أي فرقة بكل فرقة الدولة لما كان يجي تعادل مع الإسماعيلي بيبقى كويس عمى النتيجة كويسة انت النهارة التالية وبعدين عاوز اقول حاجة لو مع واحد مصري معاه او لو عماد سلمان كان ليه السلطة نيكلم الراجل كان نكلمه واحد زي عشرة ما انا خلاص مضايع اقول لي لتها مش عاوز اتخش ما خلاص انا عبد فنس ما انا قدر احاف ازاي ماتش الزمالك ما انا اتخطفت ما انا اجعى دافع الماتش في الاخر فعلا الماتشين النهاردة الاهل الزمالك وامبي ما انا ارجع دافع واحد زي عشرة واحد اديني ثلاثة بونت وعشرة اديني ثلاثة بونت ما واحد زي عشرة ارجع دافع ما انا خلاص شافها مش عاوز اتخش شاف الاستاذ شلينجو الشارع فاضي بين الشلي في القائم وشاف الاستاذ بابل اسمه ايه ده لا التالي مش بابل بابل اتغير اللي هو بتاع تونس فخر كرة بالعبالة بطن الرجله ماهب اي حاجة جود عامل فوق القائم خلاص عرفت ان الكرة مش عاوز اتخش ارجع دافع هو عب ان انا دافع هو حد قال لهم لو دفعته حرام وهم متوضيين خايفين انه انه لو لعبت فنس ينقضل ودول ايه يعني ما اعرفش يعني يعني انت النهاردة واحد زي عشرة ما ارجع دافع انت تخش فيها قول في اخر عشرة دقائق وقول ان في مدفل زمالك اخر ثلاث دقائق ايه في ايه فدي ما انا بقولك لازم الراجل كويس وممكن يبقى احسن من كده لو حد سعده طيب انت قلتلي اتخطى تدفع نادي اسماعيلي الشوارع نص ملعب نادي اسماعيلي النهاردة وانت النهاردة النص تاني نادي امبي سابق تلعب في النص زي ما انت عاوز انت النهاردة لو عندك انت تشوف نص الكوة اللي انت بسيكة ما انا التشكيل معايا التشكيل محمد فوزي محمد فوزي محمد فوزي محمد هاشم كستيلو مران الصحاوي احمد محمد محمد صادق اري بابل والشامي واتشلونجو بس في خمسة خمسة الله ما صالح نعلم بمحمد يعني ما هتلعبه بقى يعني الاسم ده عزيز على علينا كلنا يعني ما هتلعبه وبعدين مش عارف مصممين على شلونجو ومصممين على بابل ومصممين بابل ده عاوزي لعب كرة شراب يعني ما عايزي لعب كرة شراب شمعنى انت تعرف مدرب شمعنى بس يعني شراب يعني عاوزي غزل على طول وبعدين بغزل يا ريت واحد لما تغزل للامام ده بغزل الخلف يعني شوف كل كوره للخلف يعني انا مش عاوز بس عشان بقولك شان انا بحاجة من لعيبة لا في لعيبة لا يسهلوش لبسه تشيرت بتاعنا اللي بيحصل في النادي ده حرام اللي بيحصل جامعي الاسمالية حرام والله العظيم انا استعبان علي الناس هو عبد الرحمن مجدي عنده مشكلة؟ عبد الرحمن عنده اصابة اصابة باهر عنده اصابة باهر عنده اصابة اصابة بالكبير كتير يعني كتير وبعدين نهارده تكعشر مصابين مش عارف السبب الاصابة ايه التمرين الراجل بتاع اللياقة بيدوس عليهم النزل ما بيكملوش الماتش انت عارف ما بنكملش 90 دقيقة يعني فيه ناس بير مرفوطة من اول ربع الساعة في شود تاني فلازم تعرف في ايه وبعدين يا اخي مش عيب ان انا زود الاجهزة مش عيب ان انا اجيب مدربة اجيب واحد يساعد الجهاز طيب بيه مش عيب ان اجيب بالحاجات ديه لو ده حل عشان الامور تقوله يمشي طيب قولي يا كابتن الفراو ده في نادي الاسماعيل انت كلمني شلونجا او قريبابل مش مواجب بيهم مين ممكن من القطاع ناشئين ممكن يبقى موجود فرود كويس فرود الكويس الدوق اعارة لنادي القناة مين اكب محمد حازم 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 مين انت اللي تعرف حازم مرسي حازم مرسي او ومحمود عبدالله بس خلاص لما مشوا يعني يعني مين عبقار اداهم وانت مش لاقي مين عبقار اداهم اعارة يعني عشان تعرف انه فيه فساد ما كنا تجدي ناس اعارة في الوقت ده ده فساد ده فساد مش شرط بقى فساد مالي ده فساد في النادي وبعدين الناس كده هخرجوا منها زي الشعر من العجين لأ ده فيه محاسبة لازم كل اللي جاب حد لازم يتحاسب طيب هسألك كابتن ان عندنا فاصل لازم يتحسر طيب